موسيقى مساء الخير مشاهدينا التهاب الكبد الف او الاباتيت ا فيروس مستوطن بالبنان من عشرات لسنين رجع برز مؤخرا بعدد من المناطق اللبنانية وتخطى عدد الاصابات بهذا الفيروس الستمائة اصابة الامر يشكل حالة من الهلع عند المواطنين بهذا الحلقة رح نستعرض مع الدكتور زاهي الحلو متخصص بالامراض المعدية اسباب وعوارد وطرق العلاج من هذا الفيروس بس قبل خلينا نشوف اذا المواطن بيعرف شو يعني الاباتيت ا بتعرف شو يعني الصفايرة او التهاب الكبد يلي هلأ عم نسمع فيه بلبنان الصفايرة هيدا مثل المرض هو بس انه ما انه معدي لذات تاني يعني بالهوة او والله ممنع يكون نهائيات اللي بتصيب الولد تعرف شو يعني التهاب الكبد الفيروسي او الاباتيت ا او اليراطان اللي هلأ الفيروس يلي داري في شوية بلبنان والله كنت بعرف عنه من زمان على الخفيفس مش تفصيلي لا طبعا مرض معدي من الماء اكتر شيء الماء تلعصات اللي بيوت العالم عم تشغل منه وحتى الماء على الشوارع طب اليوم هيدا الماء انت عم تصيبت منه نظيفة هيدا نظيفة هيدا نظيفة لانا بيعمل لها ابحاث من جمعة اخدوا عينة منه لو فيها ايه شي ما بيطلوا حدا يا سيضاء اللي هو والله ماسمعت فيها ولا انا ماسمع منها اسمعت هيدا الفيروسي باع الارضة هيدا تعرف شو هو التهاب الكبد الفيروسي او الاباتيت ا تعرف شو عوار بسرقت الصبير ومتشغل يسير لا ولا شيء في شي بيقولوا من الماء هل ماء مش هاد ينضيفة اكبر هو من الماء ايا من الاقل اللي بيكلوا اكتر من الاقل ماودي بكون قلت النظافة على حق دولة فاسدين وشعب فيزد أخضر لأنه طايع وسهل. دكتور الزاهل حلو أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. دكتور شفنا بهذا التقرير أنه العالم بعد ما عنده إذا بدك معرفة عن هيدا الفيروس يلي هو اللي يمكن نقل له عشرات ومئات السنين باللبنان. شو تعليقك على اللي حضرته؟ بتعليق أنه أكيد لازم طوعية صحية ضرورية لأنه مبينين أنهم ما عارفين شو الموضوع يعني. هلأ هو الإباتيت A هو فيروس بالنتيجة. فيروس مثل كل الفيروسات بينتقل بطريقتين أو بواسطة الفم يعني شي بتكله أو بتشربه هو أكتر شي مياه الشرب. مش هناك في مناطق معينة بتصاب لأنه مياه الشرب بتكون ملوثة. مش هناك صار باللبنان بالترابلوس أكتر شي بمنطقة الشمال وصار في منطقة تاني هي اللي بقاها يعني. هالمنطقتين أكتر شي صار فيهم إصابات. لأنه بهالمناطق الأرجح أنه مياه ملوثة. وبنعرف بلبنان أنه أساطر مياه يعني أساطر المجرير بالأحرى هي كتير مهترئة. يعني عم يصير فيه. عم ينخلطوا مع مياه الشرب. عم ينخلطوا مع مياه الشرب. وهذا عم بيخلي يصير فيه. حالات من المياه. حالات كثيرة بهالمناطق اللي فيها تلوث بالمياه. راح نشوف على الشاشة دكتور زاهي تعريف عن الإباتيت A. شو يعني الإباتيت A. وبنرجع معك من توسع شوية بالشرح أكيد. يعتبر الفيروس نوع من أنواع متعددة من فيروسات الالتهاب الكبد. يلي بتسبب التهاب وبتأثر على قدرة الكبد على أداء وظيفه. يصاب الشخص فيه من خلال الأكل أو الشبر مثل ما حضرتك هلأ ذكرت. أو من الاحتكاك المباشر مع شخص مصاب أو جسم ملوث. لأنه فيه الشغل الثاني اللي ما قلت لك بس بالأكل فيه كمان بالتوالات. يعني إذا فتت على التوالات من وراء شخص مصاب فيك تنعدي منه يعني. تنتقل العدوى. تنتقل يعني هي بسمها أوروفيكال أورو التم. وفيكال من وراء الخروج يعني أو البراز. فإذا هالطريقتين تنتقل من الإباتيت A. هنا فيه غير أنواع إباتيت اللي هنا البي والس والدي والأ. إحنا بيجوا أخطر هولي يعني بلابل. فيه مختلفين تماما عن بعضهم. ال-A وال-E بينتقلوا نفس الطريقة. بالفم بالمأكلات الملوثة بالمياه الشرب أو بمياه البحر كمان. كان عم بيقلنا أنه مياه البحر نطمم باله. لا مياه البحر كمان مصيبة لأنه عم ينصبر بجريل كلها بمياه البحر. اللي عم ينزل يتسبح يبلع ماي. أو عم يأكل تمار البحر أو سمك ملوث كمان فيه خزق زى سمك ناية. أو التوتية مثلا تكون ناية أو أي شيء ناية. فيه كمان يلقى ال-A. وبينعدها من الشخص لآخر بنفس البيت أو بالمطاعم. مثلا إذا ورا شخص فيت على الطويلات ومصاب. فيك تنعدها بهالطريقة. الإيباتيت بي و سي و دي طريقة مختلفة تماما. يعني بيينقلوا بواسط الأكل. بينقلوا أو بواسط علاقة جنسية أو بشك كبر أو بنقل دم. إذا مثل السيدة يعني. والعوارد تختلف أكيد. العوارد إذا بدها فيها تشبه بعضها. لأنه كلهم بيعملوا صفيرة. مش هيك مثل إيباتيت. لأنه وقتها بيصاب الكبد بالفيروس. بيعمل صفيرار بالجلد وبالعينين. وبصير فيه تدور بحالة الكبد. هذا الشير بيجمعهم. بس إنه طريقة النقل مختلفة. طريقة العلاج مختلفة. والمضاعفات مختلفة. وديك أخطر شوي. لأنه بيعملوا مضاعفات. شي يصاب بالكبد. بتشمع بالكبد. فيه يصير فيه كنسير أو سرطان بالكبد. من ورا الإيباتيت بي و سي. خاصة السي. الأول بي عندهم أفانتاج أساسي. إنه فيه إلهم لقاح بين عملت يحمينا منهم. السي والدي. وهو بعد مقلن اللقاح. يعني هذا الفرق. دكتور اللقاح اليوم. يعطى للشخص هو صغير. صحيح. يعني نحن بس نخلق من الطعم. بس كمان عكبر. عكبر. يعني. عكبر. طبعه أو مفعوله لهذا اللقاح. بيضل بنفس القوة بس ينعطى على الزغر. يعني بس ينعطى على الزغر. بيعمل مناعة علىه يمكن لو بدل حياة الشخص. هلأ هو نحن بالتوصيات. إنه مفروض الكل يعملوا هاللقاح. طبع الإباتيت A وإباتيت B. ماذا أنه متوفرين وبيحمولنا من هالفيروسات. هلأ باللبنان لسوق الحظ مؤخرا. هاللقاحات مش متوفرة. لأنه مشكلة المصار ومشكلة الدعم ومش دعم. هلأ هول اللقاحات مدعومين. لأنه مدعومين. كل دواء مدعوم أو لقاع مدعوم مختفى من السوق. طبعه إن شاء للدعم بصيروا متوفرين. فهلأ إذا بدك تعمل لقاح الإباتيت A ما بتلاقيه باللبنان. طب الأشخاص اللي ينصابوا. هنه بيكونوا مش منصابين فيه من قبل. يعني شفنا أشخاص عمرهم بالثلاثين وشباب يعني. واللي بيكونوا مش إخدين اللقاح هنه وصغار رجعوا الصابقين. إذا إخدين اللقاح محميين. وإذا عاملين هنه وصغار صار عندهم المناعة الكافية. بس إذا ما لا لقطينه للفيروس ولا عاملين اللقاح معرضين أكتر ينصابوا. وقتا بيصابوا على الكبر بتيجي أخطر من الإصابة على أنت وزيقين. ممكن تقدر إصابة بالإباتيت A للموت ببعض الأحيان أو شو العوامل اللي بتقدر؟ كتير نادرا. الإباتيت A بعدها أخف بكتير من البيو السي. وحالات الوفيات كتير نادرة. وقتا بيصير في حالة بيسموها الإباتيت فلمينات. يعني فلمينات يعني مشتعل يعني اشتعل الكبد كله. نضرب الكبد. بهالحالة بيصير فيه وفات بس حالات نادرة. يعني إجمالا منه هالمرض الكتير خطر إذا يعني هو الجسن دافع. وقدرنا متخلطنا منه. بعظم الحالات هيدا اللي بيصير يعني. أكتر من 90% من الحالات بيشفى الواحد. يعني حالات نادرة اللي بيصير فيها المضاعفات اللي بيصير إباتيت شلمينات. هيدا بيصير عند شخص إذا عنده مسبقا أو مشكلة بالكبد أو بالمناعة. أو أي مرض مزمن بيصير تجي عنده الحالة أكتر من شخص عادي. بس الباوي السافي ونوفيات أكتر وفيه مضاعفات أكتر. دكتور اليوم هيدا الفيروس بنتقل مثل ما حضرتك ذكرت. بالماء الملوسة بالصرف الصحية اللي هي عم تنشرك مع الماء. يلي إذا بدنا نقول بمنطقة البقاع أو بترابل. هيدا أكتر منطقتان فيهم هيدا الحالات. هن مناطق زراعية يعني عم ينصقى منهم كل المنتوجات. الخضراء أو يعني خضراء. هيدا السؤال الأساسي يعني اليوم هيدا الفيروس عم بيفوت عم منتوجاتنا نحن عم نزراعها. وبالتالي اللي هي عم تتوزع على المناطق اللبنانية. يعني أدا في خطورة اليوم. والفيروس أدا بيعيش فيها للفواكة أو الخضراء اللي عم بيها. لازم الخضار والفواكة كلها تتغسر وتتعقم قبل ما نكلها. يعني بهذه الطريقة عم نقدر نضمن أنه ما يصير فيه انتقال لهالفيروس بواسطة المأكلات النية اللي مش ميرقة على النار. لأنه إذا ما رأى المأكلات على النار. مغلوط الفيروس. إذا ما أكلت نية ومنا ميرقة على النار ومغسلة بالميدة مياه ملوسة أو منا مغسلة مظبوط فيها نصاب بالفيروس. مش نايك كمان مياه الخزانات لازم تكون معقمة يعني لازم تكون المياه اللي عم نستعملها إن كان بالشرب أو بالغسيل. راح نشوف مع المشاهدين على الشاشة دكتور العوارض يلي بيسببها الالتهاب الكبد أو الإرهاق. فئدين الشاهية. ألم أو شعور بعدم الراحة بالبطن بجوار الكبد. حرارة من خفضة. اسفرار البشرة وبيض العينين. ألم في المفصل أو المفاصل. وحكة شديدة. الشخص يعني بس بحس فيهم هولة تدريجيا بحس بالإرهاق بالأول يعني كيف بتصير. أول شيء هذا شيء منه ثابت عند الكل يعني مش كل هالعوارض بيظهروا عند الكل. في أحيانا في أشخاص يصابوا بدون ولا عارض يعني. يكونوا لقتوا الفيروس بس جسمهم دافع ما بيظهر ولا شيء من العوارض. حسب المناع عند الشخص يعني. بس فيهم يعدوا غيرهم ما بيكونوا عارفين إنه هنم مصابين. هلأ معظم الحالات أكيد فيها عوارض. ليه الكثير اللي ما عندهم عوارض. العوارض فيها تكون كلها موجودة أو قصل منها. اللي على أكتر شيء هو تيب بيك أو يعني بخليك دغري تفكر بالإباتيت. هو السفاري اللي بيصير بالجلدة أو بيض العينين بيصير أصفر يعني موضب. وفيه الإشياء اللي بتلفط النظر هي إنه البراز الخروج بيصير فاتح. والبول بيصير غامئ. يعني إذا فتعت توليته وقت بوالت شفت البول غامئ جدا. لازم تفكر إنه ممكن تكون مصاب لهذا أو إذا الخروج البراسر فاتح إرمادة أو هيك بيت كتير. هو من الأشياء اللي بتخليك تفكر. هلأ فيه الإرهاق والصداع إنحيطات الجسم على المفاصل. الحكاك هو الحكاك لأنه وقت الكبد بيصاب يستعمل مثل الحكاك. يعني بيطلع حساسية بالجسم أو بس. مش ضروري يكون في حساسية الحكاك. يعني ما فيه إذا بدك أحبوب بتطلع على الجسم للحطة الوحة دي. لا 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 مش ضروري. في حكاك لأنه وقت الوظائف الكبد تتحرك بتعمل الحكاك. هلأ الألام البطن مش عطول موجودة بس أحيانا موجودة العين. فقدان الشهية إيه يعني طبيع له أنزيمات الكبد. ما بطل عندك هالشهية تأكل يعني. بس هؤلاء فيهم يكونوا موجودين بغير أمراض. بس الأكتر شي بخليك تعرف أن صفيرة هو إصفرار البشرة والعينين. اللي مش عطول موجودين على فكرة. مش كل المصابين بالإباتيت A عندهم حلاء عوارض. وهو اللون البول الغامق والبراز الفاتح. هؤلاء الأكتر شي. دكتور اللقاح اليوم في كتير عالم عم تسأل. نحن إذا ملقحين عن ظغر قد يحمينا هيدا اللقاح؟ اللي ملقح حين عن ظغر وبعد عندهم المناعة هن محميين. هذا فيه نعرف الشي من خلال فحص المخبري. إذا شفنا أنه ما لدينا مناعة كافية فيه نعام يربال باللقاح يعني. اللي موجود اللقاح. بالأسف. لحنشوف كمان دكتور. عطول موجود كل الفترات موجود هالفيروس. بس اللي عم نحكي عنه لأنه صار فيه فرد مرة عدد كبير من الحالات. ولأنه تبين أنه بمنطقة محددة. محددة. رحنشوف شو طرق الوقاية من الابتعاد عن أكل الأسماك نية. نية أكيد. غسل اليدين جيدا بعد استعمال الحمام أو عنده ملامسة أشخاص مصابين. ومثل ما ذكرت حضرتك غسل الفاكهة والخضار جيدا. هل توقف عند غسيل اليدين اللي هو من الأشياء الأساسية. مش بس للصفائرة. ومش دروني بس للإباتيطة. لكل شيء وهيه شيء كتير مهم. إن كان بالمطاعم كمان عم بيصير لأنه مش عطول. مثلاً يلي بيشتغلوا بالمطاعم بغسلوا إيديهم. صح. يعني هيدا الإيدين هن أكتر وسيلة نقل الفيروسات. حتى وطب يفوتوا على الطويلات إنه لا بيقل إناد ينقل إذا ضل في عليهم براز أو شيء. ينتقل إليهم. ينتقل الفيروس فيهم. فغسيل اليدين ما بدي يكون هيك على سريع. يكون غسيل اليدين مظبوط. يعني نخد وقت ناو. وبين الصديق وإنتقل. ويستعملوا صابون مظبوطة يغسلوا إيديهم. أو يستعملوا هذا الهنجل. دكتور فيه غير طرق يعني وقاية غير هاول ثلاثة يعني. التنظيف الحمامات كتير مهم لأن الحمامات كمان وسيلة لنقل الفيروس. وأكيد اللقاح هو من طرق الوقاية اللي يعني أفضل وسيلة إذا كانت متوفرة يعني. دكتور اليوم الدولة مهترئة مثل ما منعرف. هيدا الفيروس هو بيقع انتشاره بشكل أساسي على يمكن المواطن إذا فينا نقول يلي عم بيشرك أو عم بيفلط الصرف الصحي طبعه إن كان بالشارع أو عم كان عبر مجاري المياه الطبيعية يمكن. تصل على بيتك أو بالأساطر يلي عمره مئات لسنين. وما تغيرت. وما تغيرت. اليوم شو الحل لحتى نحنا نقبح انتشار هيدا المرض؟ يعني أول شيء أكيد لازم يرجع يصير فيه كشف على كل الأساطر. وتغيير الأساطر المهترئة بأساطر جديدة تنخفف هذا الشيء لأنه مش معقول يظل فيه يعني الصرف الصحي يوصل على المياه الشرب بعدها. أو حتى مجرور شرب ميزايا الغسيل يعني. لازم هذا الشيء يعني ينحن الأكيد. لازم نرجع نأمن اللقاحات حتى نحمي أكثر شريحة من المواطنين. لسؤال حيث هالفيروسات هيدا بتيجي أكثر من المناطق الفقيرة اللي ما عندهم مستوى النظافة متدني. حتى البولة التحتيب تكون تعبين. لازم نحميهم الأشخاص يعني أكيد. هيدا شيء مسؤولية الوزارات المختصة يعني أكيد. دكتور سؤال أخير هل في داعي أنه المواطن يهلع من وراء الستمائة حالية اللي طلعت لحديدها اللقاح؟ لا ما في داعي المواطن يهلع لأنه متل ما قلت منه هالمرض القاتل يعني نسبة الوفيات كتير ضئيلة. بس ما بيعني أنه لازم نستلشي يعني لعني ما فينا نخليها شيء ينتشر به هالكسافة هيدا. أكيد لازم المسؤولين والوزارات المختصة تاخد الإجراءات اللي لازمة تنخفف من انتشار هالفيروس وهير فيروسات يعني. بعدين ما ننسى شغلة كتير مهمة هي النفايات اللي بلبنان متكاومة جبال من النفايات بكل المناطق. كمان هيدا أكبر إذا بدك سورس أو أكبر وسيلة لتكاتر الفيروسات والبكتيريا والجرسيم كلها اللي عم تنتقل للناس. فلسوق الحظ تركينهم يكتروا ويزيدوا الجرسيم. لازم كمان نلاقي حل النفايات. سؤال وجواب سريع لأنه ده من الوقت. الفيروس قدا بعيش برات الجسم؟ هلأ في عيش يعني لحديد شهرين يعني تقريبا منا. على الأسطح؟ على الأسطح على الأشياء الملوثة أكيد. شهرين. يعني فيروس الإباتيته يطول طيروح. أنا بشكرك دكتور زاهي الحلو أهلا وصهلا فيك. شكرا. وأنا لهون بتكون حلقتنا وصلت لنهايتها. أنا بشكر متابعتكم مشاهدينا. إلى اللقاء. اشتركوا في القناة